اشتركوا في القناة انا فعلا مش فاهمة لا خد بقى السفح السفح لما تلاقي بوست نيزل على الفيسبوك انا الجيران كلها سمع صوتي يا اختي على خبط ايه تبتعملي ايه تفاهم والرحمة دنيا بقت صعبة احنا الكبار احنا الكبار كل واحد فينا اهو في حتته بيحتاج لي طبطب علي مابلك الصغير اي ام بتشوفني حسة ان جوزها قاسي على ولادها في العنف بيدرب خدي موقف اقفل ولادك ده دورك تأكد انك بتاخد الموقف اللي بما يرضي الله اللي يرضي ربنا لان ده طفل اللي حاول ليه ولا قوة لعنده اعصاب تشيل ولعنده بدن يتحمل ولعنده قاسة جتته يعني تنحس بي ده ورقة بيضة بتتملي وندخل نقولك العيادات النفسية مليانة ليه زي تسمع مش حايزة كون زي باوا انا مش حايزة اشتغل زي ماما هو رافض السمبل لاني ما شافش منه الحنية كذلك الاب مسؤول لما امرتك تقس على ولادها الام اسويتها محدودة برضو ولكن لو قسيت وحستها انضغطت وكذا اقف قلها مش زي بي اللي ولادي مضغوطين ان انت مضغوطة ما العيل ده كمان مضغوط بص شمطة ابنك وهو رايح المدرسة شوف حجمها قدي يعني شوفي الحمل اللي شايله هو مشي وهو قد كده بصيله كده وانتي بتلبسيه بتقوله مع السلامة وبيمشي شوفته حمل اللي شايله قد ايه مين فينا يستحمل شيل ده يعني انت وشيلت بقى شنطة فيها خمسين كيلو توب ومشيتك بيها تقول ايه موفر كده واحد هو حملته كده وقدراته استعبيته كده هي قدراته الاستعبية ما تستحملش الشنطة دي انا بشوف امه وعارف شونه بتبقى مدلدل على العيال والعلمة كفية كده امه هاتيجي يدخل بقى ونلطة شحنة كمان لا خضوا بالكم من ولادكم شليهم فاعنيكم فاعنيكم ديلوا الحنان بتتريقش على مراتك لما بتدلع ابنها يعالم الدنيا شايله ايه يعالم بتتريقش ما تزعليش لما جوزك يدلع في بناته ولا ولا انت تدقي لما هي تخبع على بناتها او تبقى مش عايزة مشاكل معاهم وان انت تتعنفهم او تبهدلهم بالكلام بناتها فرحتها فرحتها اسرارها ظهرت شبابها يعني كبيرة قوي فاي يعني ما تبزي شوية ما كفتها ام زكية وعيا ما فيش حد ينجح واكزم على ده ولا حد قاعد في مكانة اجتماعية ومسؤول مسؤولية كبيرة غيره وليه سقطاته وليه شقاوته وليه ما غلل بماما في كذا ما غلل ببابا في كذا كلنا كلنا بلا استثناء انا كنت مطلعة عن المهمة اللي انا بحب النزول وخروج كتير جدا جي اليوم اللي انا بلفه محافظات مصر شفته بقى ما فيش كله